اشتركوا في القناة في الفيزياء نقصد بها النشاط النووي هذا النشاط النووي ينحصر أساسا في نواة الذرة عكس الأنشطة التفاعلية الكيميائية التي تناولتها في السنوات السابقة والنشاط الإشعاعي يحدث طبيعيا أو يحدث إصطناعيا والنشاط الإشعاعي الطبيعي يحدث إما لثقة للنوات أي أن عدد البروتونات فيها وعدد نيوترونات فيها موجودة بكمية زائدة أو لفائض في وجود البروتونات ووجود نيوترونات في النوات إذا كان عدد البروتونات فائق في الوجود على وجود نيوترونات أو العكس يحدث نشاطا إشعاعيا في هذه النوات ونحن أعزاء طلبة محاطون بهذه الأنشطة النووية فكل ما حولنا يشع فأنت أصلا تشع أي الإنسان يشع والخضروات التي نتلاولها تشع وكذلك الفواكه فكل ما حولنا فكل ما حولنا من المواد أغلبها يصدر إشعاعات طبيعية إشعاعات طبيعية ويرجع الفضل في اكتشاف هذا النشاط الإشعاعي صدفة إلى العالم هونري بيكيرال في نهاية القرن التاسع عشر وكان لعائلة كيري كلها فضل كبير في تناول النشاط الإشعاعي بالبحث والتفصيل كل العائلة الأخ والزوج وماري كيري التي اشتهر اسمها في العائلة يستعمل النشاط الإشعاعي خاصة في توليد الطاقة الكهربائية إذن هو مصدر طاقوي مهم جدا ويستعمل في بعض المعالجات خاصة للأورام الخبيثة ويستعمل كذلك في علم التأريخ للأحداث القديمة وله عدة استعمالات ولمعرفة خصائص هذا النشاط الإشعاعي نذكر منها أهمها أن هذا النشاط الإشعاعي عشوائي ما معنى عشوائي؟ معنى أنه يحدث تلقائيا دون تدخل ويحدث مع كل نواة ممكنة في العين المشعة والنشاط الإشعاعي كذلك تلقائي معنى أنه يحدث بدون أي تدخل لعامل خارجي فالعين المشعة يمكن أن تشعة تلقائيا بدون أي محفز خارجي والخاصية الثالثة للنشاط الإشعاعي أن هذا النشاط الإشعاعي حتمي معنى الحتمية معنى أن الأنوية المشعة في النواة حتما ستشع إما آجلا أو عاجلا والخاصية الرابعة من خصائص النشاط الإشعاعي أنها مستقلة عن التركيب الكيميائي للعينة معنى إذا كان عنصر ما مشع وهو موجود في تركيبة عينة ما إذا كان وجدت في مادة أخرى حتما ستشع معنى أن النشاط الإشاعي يستقل تماما عن تواجد ذرات العنصر المشع في أي بنية من منيات المادة والنشاط الإشعاعي نشاط يستقل عن كل العوامل الفيزيائية من الحرارة والضغط وهي مؤثرات قد درستها قد درست تأثيراتها في العوامل المحفزة في نشاط التفاعل الكيميائي أما الأنشطة النووية فتستقل عن ذلك بعد أن عرفنا معنى النشاط الإشاعي واستعمالات النشاط الإشاعي وكذا الاكتشاف والاستعمال للنشاط الإشاعي أدعوك عزيزي طالب إلى بعض التطبيقات أقترح عليك تمرين أول نص التمرين الأول يقول إن نواة البور 12 ب 5 12 تتفكك إشعاعيا بتحول نيوترون إلى بروتون بينما نواة الأزوت 12 أن 7 12 تتفكك إشعاعيا بتحول بروتون إلى نيوترون أولا أكتب معالجة التحول النووي للنشاطين الإشعاعيين وتعرف على نوع النشاط الإشعاعي لكل منهما اثنين حدد موضع كل من النواتين في المخطط أن زاد مخطط سجري وإلى ماذا يؤدي التحولان النوويان بعد هذه القراءة لنص هذا التمرين إليك الحل الحالة الأولى تحول نيوترون إلى بروتون يمكن نمذجة هذا التحول النووي بالكتابة التالية N01 نيوترون يعطينا P11 بروتون زائد O ناقص واحد صفر إلكترون فالجسيمة المنبعثة هي كما لاحظت O ناقص واحد صفر وهذه الجسيمة لها كل خصائص الإلكترون وندعو نوع هذا النشاط بالنشاط بطنقص فتكون معادلة التحول النووي من الشكل ب خمسة ثماش تعطينا X ZA زائد O ناقص واحد صفر ومن قانون الانحفاظ قانون صدي نجد أن A تساوي 12 وراقب المعادلة المكتوبة حيث 12 تساوي A زائد صفر أي أن A تساوي 12 وكذلك Z تساوي 6 راقب من المعادلة أن خمسة تساوي Z ناقص واحد يمكن إذن كتابة المعادلة المنمذجة لهذا التحول النووي من الشكل ب خمسة ثناش نظير البور يعطينا نظير الكربون ستة ثناش زائد انبعاث الجسيمة بيتا ناقص أي E ناقص واحد صفر هذه في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية تحول البروتون إلى نيوترون يمكن نمذجته بهذه الكتابة P واحد واحد أي البروتون يتحول إلى N صفر واحد نيوترون زائد انبعاث الجسيمة هذه الجسيمة هي E زائد واحد صفر فالجسيمة المنبعثة من هذا التحول النووي هي كما لاحظت E زائد واحد صفر وهذه الجسيمة لها نفس خصائص الإلكترون إلا أن شحنتها موجبة ندعو هذا النشاط النشاط ب ط زائد فتكون معادلة التحول النووي من الشكل N سبعة ثناش نظير الآزوت ثناش يعطينا X زاد A زائد انبعاث البوزيتون أو البوزيترون ومن القانون انحفاظ الكتل والشحنات قانوني صودي نجد أن A تساوي ثناش وذلك من المعادلة لاحظ أن ثناش تساوي A زائد صفر وكذلك Z تساوي ستة ومن المعادلة لاحظ أن سبعة تساوي Z زائد واحد يمكن إذن كتابة المعادلة المنمذجة للتحول الحادث من الشكل أن سبعة ثناش نظير الآزوت ثناش يعطينا نظير الكربون ثناش ستة ثناش زائد بوزيترون أي الجسيمة زائد واحد صفر لعلك لاحظت أن الكربون الناتج من التحول الأول للبار والكربون الناتج من التحول الثاني للآزوت إلى الكربون إذا راقبنا واد الاستقرار في منحنة سجري نجد أن البار يوجد في الخانة التي تجعل انبعاث لجسيمات بيتاناقس أما الأزوت موجود في خانة العناصر القادرة على إصدار الإشعاعات بيتازايد وبنشاط النواة الأولى إشعاعيا والنواة الثانية إشعاعيا متجهة إلى الاستقرار ومنتجة لنظير الكربون ستة ثناش الموجود في واد الاستقرار ولعلك لاحظت من التجربتين أن الأزوت والبار يكونان نواة مستقرة وهي نواة نظير الكربون ستة ثناش وندعوك إلى نمذجة هذا النشاط الإشعاعي بواسطة تمثيل لبنية نواتي الكربون ونواتي الكربون الناتجتين ونواتي الكربون التي لتاني أنتجت نوات الكربون وندعوك لهذا متابعة هذا النشاط إن عائلة اليورانيوم ميتين وثمانية وثلاثين النشاط إشعاعيا ينتهي بها النشاط الإشعاعي إلى تكوين نوات الرصاص ميتين وستة المستقرة بعد سلسلة من التفككات المتتالية في مرحلة أولى تتحول نوات اليورانيوم ميتين وثمانية وثلاثين الإشعاعية النشاط إلى نوات الثوريوم تي أش ميتين وربعة وثلاثين في مرحلة أولى قبل أن نتم مراحل هذا النشاط هل يمكنك تحديد عدد البروتونات ونيوترونات المتواجدة في نوات اليورانيوم 92 وثمانية وثلاثين هل يمكنك كتابة معادلة التفكك المنمذجة للتحول السابق وفي مرحلة ثانية تتحول نوات التوريوم 234 إلى نوات البروتا تينيوم بي أ 91 234 حسب المعادلة المنمذجة التالية تي أش 90 234 تعطينا بي أ 91 234 زائد U ناقص واحد صفر في المرحلة الثانية ما طبيعة هذا التفكك الحادث الآن هل يمكن أن تعلل إجابتك ثالثا تعطى المعادلة الإجمالية بعد سلسلة التفككات الحادثة المنمذجة لتحول الإيرانيوم 238 إلى الرصاص 206 بالمعادلة التالية U 92 238 تعطينا بي بي 206 82 زائد إكس مرة أشعة ألفا والتي نرمز لها بنواة الهيليوم 24 زائد إقلاك مرة حبيبة U ناقص واحد صيفر هل يمكنك أن تحدد عدد الجسيمات ألفا المنبعثة من هذا التسلسل للنشاط الإشاعي وكذلك عدد الجسيمات U ناقص واحد صيفر نقطرح عليك حل هذا التمرين أولا طلب منا تحديد تركيب ناوات الإيرانيوم 92 238 عدد البروتونات إذن يمثل العدد الشحني Z ونقرأه في رمز ناوات الإيرانيوم 92 أي أن عدد البروتونات الموجودة في هذه النواات يساوي 92 بروتون و238 يمثل العدد الكتلي أي عدد النوويات المكونة لنواة الإيرانيوم 238 ومنه يمكن أن نجد عدد النيوترونات الموجودة في نواة الإيرانيوم أن تساوي A العدد الكتلي ناقص العدد الشحني Z ونكتب 238 ناقص 92 يساوي 146 وإذا عدنا إلى معادلة التفكك الحادثة من تحول الإيرانيوم إلى توريوم نكتب U 92 238 يعطينا تعطينا تعطينا ز 234 ز الجسيم ألف 22 4 من قانون صدي لدينا 238 تساوي 234 ز 4 وإذا لحظت ذلك من المعادلة تراه أنه محقق ومن القانون الثاني لصدي في انحفاظ الشحن نكتب 92 للطرف الأول تساوي Z زائد 2 ومنه Z يساوي 90 ويمكن إذن كتابة المعادلة المنمذجة لهذا التفكك الحادث بالكتابة التالية U 92 238 تعطينا TH 90 234 زائد الجسيمة ألف 224 وقد طلب منك تحديد نوع النشاط الحادث والتعليل له وللإجابة على هذا السؤال لاحظت من الكتابة المنمذجة للتحول الحادث أن طبيعة التفكك هو بيتاناقس وهذا راجع لانبعاث جسيمة لها خصائص الإلكترون U ناقص واحد سيفر يمكن كتابة المعادلة المنمذجة للتفكك الحادث بالكتابة التالية TH90234 تعطينا PA 91 234 زائد U ناقص واحد صفر أو الجسيمة بيتا ناقص وقد طلب منك كتابة المعادلة المنمذجة للتحول الكامل المحدد لسلسلة التحولات النووية التي ينتقل فيها الإيرانيوم 238 إلى تقوين نواة الرصاص المستقرة 82 206 لاحظ حسب قانوني صدي يمكن كتابة 238 للطرف الأول تساوي 206 زائد X مرة ربعة زائد Y مرة صفر أي 238 تساوي 206 زائد 4X ومنه X يساوي ثمانية ومنه عدد التفككات ألف الحادثة في هذا التحول النووي الكل هو ثمانية وإذا طبقنا القانون الثاني لصودي يمكن كتابة 92 للطرف الأول تساوي 82 زائد X مرة 2 أو 2X ناقص إقلاك مرة ناقص واحد أي ناقص Y ونستنتج أن Y تساوي 6 ومنه عدد الجسيمات بطا ناقص المنبعثة من هذا التحول النووي 6 فتكون المعادلة الكلية المنمذجة لتحول إيرانيوم 238 إلى نواة الرصاص المستقرة 206 من الشكل التالي U 92 238 تعطينا PB92 226 زائد ثماني مرات الجسيمة ألفا 2 4 زائد 6 مرات الجسيمات بطا ناقص أو U ناقص واحد سفر وننمذج هذه المعادلة بالكتابة المبينة في الشكل ولمتابعة هذه التدرجات في التحولات النووية من الإيرانيوم 238 الغير مستقر إلى نواة الرصاص المستقرة 206 تابع معي هذا المخطط المحدد لمحورين A وZ حيث أن نواة الإيرانيوم الممثلة في أعلى المخطط تتفكك تلقائيا وتكون توريوم ثم تأش ثم بنشاط إشعاعي متتالي بيتا وبيتا تعطينا بيأ ثم بنشاطات إشعاعية ألفا 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 تعطينا نواة أكثر استقرار ثم متابعة للتحولات النووية بيتا بيتا وتحول نواة بألفا حتى نصل في الأخير إلى النواة المستقرة للرصاص 82 206 لاحظ في هذه التدرجات انتقال نواة الإيرانيوم إلى الاستقرار في نواة الرصاص إذا عدينا هذه التحولات من ناحية عدد الجسيمات ألفا نلاحظ ثمانية وستة جسيمات بيتا المنبعثة في هذا التحول الكل وإذا أردت عزيزي الطالب مشاهدة هذا التحول في وادة الاستقرار تابع معي هذا العرض حيث قلنا نواة الإيرانيوم الموجودة في منحن السجري ذو ثلاث أبعاد تنشطر أولا مكونة لنواة أصغر وباعثة لإشعاع ألفا ثم سلسلة من الإشعاعات النووية حتى نصل وهي متنوعة ألفا وبيتا حتى يصل بها الحال إلى تكوين نواة الرصاص المستقرة ميتين وستة وبهذه التدرجات يتضح معنى التحول النووي لنواة الإيرانيوم بسلسلة من التحولات النووية والوصول بها إلى واد الاستقرار وتكوين النواة المستقرة ميتين وستة لعل بتطبيقين المقترحين الأول والثاني تطلقنا معا إلى بعض الأنشطة النووية وذللنا بعض الصعوبات في الفهم لهذه الفقرة من منهاج الفيزياء وإلى لقاء في درس المقبل إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة